ناين الشيخ الخضر إذا توهم تعارض النقل والعقل ماذا نقدم؟ النقل من أصول أهل السنة والجماعة أن العقل الصريح والعقل السليم موافق للنقل الصحيح لا يمكن أن يختلف العقل الصحيح السليم مع النقل الصحيح لأن من الذي خلق العقل؟ والله تبارك وتعالى والذي أنزل النص هو هو الله تبارك وتعالى فلا يمكن أن يختلف العقل الصحيح مع النقل الصحيح ولذلك شيخ الإسلام من تمية رحمه الله ألف كتاباً سماه درع تعارض العقل والنقل مطبوع في 11 مجلد رد عليه المبتدعة وأهل الضلال وغيرهم الذين يقولون بتعارض العقل مع النقل ويقدمون العقل على النقل الله عز وجل هو خالق العقول وهو المنزل الوحي على أنبيائه عليه الصلاة والسلام فلا تعارض بين العقل الصحيح السليم والنقل الصحيح لا تعارض أبداً بينهما وعندما يتوهم الواحد يعني يتوهم أن هناك تعارض بين العقل والنقل فماذا يقدم؟ لا يا شيخ الخضر إذا توهم تعارض النقل والعقل ماذا نقدم؟ النقل بل نتهم عقولنا بل نتهم عقولنا ولا نتهم الوحي ولا نتهم الوحي ترجمة نانسي قنقر